طيب عشان بقى المسألة طبعاتها كل من يتصور اولا كل من يدعو الى ان يحصل في مصر رد فعل على التضخم وعلى الاسعار وهي ضخمة وهي ليست امرا هينا ولا سهلا كل الذي يدعو للاحتجاج متصور انه انزلوا وعملوا دا دا اخواني سواء هو اخواني في الجماعة والتنظيم او اخواني الهوى او اخواني المصلحة او اخواني الهدف ماشي وكل اللي يتمنى ان دا يتحقق دا حد معمي عاطفيا ربما احساسه بالظلم وربما احساسه انه مش عارف يتكلم ويقول ربما احساسه انه كان حاجة مهمة وبعدين تضاءل ربما احساسه ان المجال العام مقفول عليه ربما احساسه اي حاجة يعني المشاعر والعواطف يعني دي بتاعت ربنا ايا كان بس عاطفته جل عمية عينيه عن مصلحة البلد انا بكلم عن مصلحة البلد مش مصلحة الحكومة مصلحة البلد لان اولا انا اقطع واقولت بالكده واوراهن بمستقبلي كمحلل سياسي انه فيه بني ادم هينزل ولا انه يحتاج ولا مصر هتشوف اي نوع من الاحتجاجات الشعبية بقولك اي نوع من اي شكل ده مش لانها راضية ده لانها نضجة شعب ناضج مطحون صح طالع عين ابوه مية في المية لكن فهم كويس انه مش هيكرر اخطائه وانه يسلم نفسه لعاطفه او لصخته او لرغبته في الاحتجاج بلا مشروع وبلا برنامج وبلا هدف وبلا اي حاجة فيسلم نفسه للفوضى كل اللي عايز اي نوع من الاحتجاج اي نوع من الاحتجاج الشعبي يعني انه عايز فوضى موصلتها لعندك طيار شعبي رئيسي ولا حتى ثانوي ولا عندك تنظيم سياسي ولا حزبي له مصدقية في الشارع ولو تواجد في الشارع ولا عندك زعامات تنظيمية او شعبية كيف ايه في فوضى في اين ناس تنزل فيواجهها اجهزة الامن بفضازة فنعمل توطر ولا ينتهي الى اي شيء غير انه هيضر اكتر يضر مصلحتنا ويضر اقتصادنا ويضر مجتمعنا ويضر صورتنا وبالمناسبة حتى اي حد حالم يعني وهيزود القبضة الامنية اكتر كلها خسائر بلق مجانية وبلق اي طائل والخدمة الاخوات الشعب عارف كده انا المتيقن الشعب عايز كده عارف كده وعايز كده عايز هذا الهدوء مع غليانه الشخصي وكل واحد قادي يدبرها في حياته نعمل ايه اه طبعا جدا وهو ده النطج بقا انك تعرف انه الهيصة اللي هتعملها دي مش هجيب نتيجة ايه بتعلمش الهيصة تعالوا مفكر بقا بعد شوية الضحك والهيزار والترياءة والتنكيت وبتاع نعمل ايه نحلها ازاي نحلها ازاي بشكل اه فردي او بشكل جماعي او بشكل دولة او بشكل اه الوطن الكل انما ان انت تقولي السقط الحل او وبعد ايه الغضب الحل يا السلام حيات النبي بعد كل ده ايه اللي هيحصل يعني خلاص خلاص اه ما هو ده بقولك عما حيسي بعيد عنك ده حد لا اري واقع ولا اري ظروف ولا اري متغيرات ولا اري معطيات ولا اري قوة ولا اري حال خالص ده جاهل بعيد عنك محموم باخوانيته او محموم بعاطفيته باحباطه بحزنه بألم وانا مقدر كل الاحزان ومقدر كل المشاعر اللي فيها كتير من من شباب يعني حاسس انه محبط وحاسس انه مأزوم وحاسس انه كان بيحلم وصح عليك وكل ده انا مقدر ده جدا انه مقدر العقل اكتر من كل ده ومقدر كمان البلد والمجتمع اللي بيعرف اخطاؤه فما يكررهاش ومقدر كمان الحكومات اللي تعرف اخطاؤها وما تكررهاش والحكومات اللي تقرر انه في لحظات ما في في الواقع تحتاج وقفة عبوية على طريقة الجيش اللي هو انه احنا في الفترة الاخيد فترة اللي فاتت وبرضه بيه حاجات يعني من قبيل تأكيد ما هو مؤكد انه فيه انجازات حصلت وانه فيه مشروعات عملاقة حصلت وانه فيه خطوات عظيمة حصلت على المستوى التنمية او البنية الاساسية على الناحية الاخرى فيه مشاكل اقتصادية على المواطن النصري مية في المية مية في المية وانا قلت بالكده هو الناس مش حاسة بالانجازات ليه ما بتعبرش على الانجازات انا بقول الناس حاسة بالانجازات بس الضغط الاقتصاد اللي عليها فيما يخص حاجتين الأسعار والأجور تكاليف المعيشة يعني مكاليها مش مبسوطة آه شايفها الطرق وشايفها المباني وشايفها وشايفها وشيء كويس وحباية يعني مش ضده أبدا يعني لكن لأنه حياتها ما اتغيرتش بل اتغيرت بشكل صعب فيعني حتى الخدمات اللي هي هتقول انه الكهرباء بقت شغالة في الاخر احتياجات أساسية يعني وجودها شيء أساسي مش يعني رغم انه تبان في غيابها حاجة مهمة جدا لأنها غابت طبع حاجة لأنها احتياج أساسي فولانه الغربة دي كانت تقطع سنة فوكانت مرتبطة بغياب كفاءة الإخوان المهم انه مهما حصل من من إنجازات للمواطن مش حاسس انه حاصته كلفة اقتصادية تقيلة أو على كيف يكونوا متحمل وعايش ومستمر ده شيء ممتاز وأظن ان انتم سمعتوني قبل كده وأنا بعمل إشارات دايما ان ازاي حتى الرئيس السيسي في خطبه بيحيي المواطن وبيعتبر تحمل جزء من الشراكة في الإصلاح للقصاد المر طيب